السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذلك للأخوة اللي بس عليكم بخير كل شي مزيان. كنتمنىكم تكونوا في احسن ظروف اومر احبابكم عودي الفيديو جديد. والموضوع دي اليوم اللي بزاف دي الاخوان كي سولوا كيفاش. اننا نخلو الحسون دياننا او للمقنن يعني يبدأ يغرد. طريقة اه اللي اه كيستعملوها بزاف دي الناس. وكي ننشي ناس اللي ما عارفينه اش. اه ماذا بس اننا نذكروا الاخوان دياننا اللي الله مو بتدئين. فهد الولاعة الجميلة او لا تربية الحسون الجميلة اللي صراحة كيعرف اللي اه كيعرف بالقيمة ديالها غير اه اللي كيحب مثل هاد طيور طيور المقنن. ما يمخوتي اه كان طريقة اللي بسيطة الانسان اه تالي ما كان عنده يعني باش يشري يعني لبرودوية او الادوية اللي كتساعد على طائر باش انك اه تهيجو ويولي غرد. غادي نوريكم طريقة اللي طبيعية وكنستعملها انا يا وان شاء الله الطيور ديالكم اه مع الوقت غادي تبدأ تغرد ان شاء الله. ما يمدوا الطيور ديالي انا كان ربي اغلبية اه الطيور اللي صيد جديد يعني كيعجبني انني نصيد طائر ونربيه عندي ونخدمه بيديا. هذا هو ذاك القرعة الخوتي اللي كان اه كي بدل الحمد لله را غادي را دبت قريبا شي جوز سمانات باش اه هو داخل في البدالة وهدو هم الطيور اللي عندي اللي حالي عندي وان شاء الله غادي نوريكم طريقة اللي جد جد سهلة وغادي تنفعكم الخوتي بزه بزه بزه. المهم كيف ما كتشوفوا الخوتي يعني الطيور ديالكم ديما تحطهم في شي بلاسة اللي يفعل اضاءة تكون مزيانة اه وتكون كددخول لهم شوية ديال الشمش. باش هكذا تساعدهم على التغريد. لحقاش تشميس جد جد مهم للطيور الحسون يعني كتوفر لي مدوروه بحال طبيعة. ودبا غادي نوريكم طريقة يعني نحايد الشرابات كاملين. الطيور ديالنا نحايد لهم الشرابات. اللي يعني انني غادي ندوش لهم. وهد الاستحمام هو اللي كي خلا اخوتي الطيور وكي ساعدها وكي حفزها باش انها تبدأ تغرد ان شاء الله. يعني انا كندور عليهم وكان اخوان صحة مقبل ما يعطيوا الاستحمام الطيور ديالهم يعني يحايدوا الماء يحايدوا دوك القوديات اللي كي حط فيهم الاكل. يعني يحايدوا اه زميع اي حاجة في هالاكل باش هكدا ما يعمرش لنا الاكل ديالنا بالماء. والطائر ديالنا غادي نمشي لهذا كل الاكل. اه يعني غا يكون مبلل ويقدر يقاديه. ويضرب ليه الكبداء دياله او لا اه الاماء دياله. يعني انا كلهم غادي نحايدهم يعني اه الشرابات. طائر صراحة انا كيعجبني بزاف يعني لحقاش طلعتوا علي الدية. تقريبا انا را دار بعندي عامين. اه اه تقعد لي نيت الماء وغدين نغسل ليهم الشرابات الخوت. ضروري ما تغسلوا الشرابات. اه بشي برو دوية اما جافيلي اما شي حاجة عندكم في الدار تغسلوا بهكا تعاقم. او تدروا ليهم ماء جديد ديالما تبدلوا الماء. كل نهار تبدلوا ليهم الماء. بس هكذا الطيور ديالكم تحافظوا لي مع الصحة ديالهم. اوه هنا كيفما كنت شوفوا يعني البخاخ كندير فيه شوية ديال خلتفاح. انا كنوركم يعني شوفوا لإضاءة الخوت يعني داخلها ليهم من اجزاج. وكندوس ليهمني كنشوف يعني الجو بحلقة. يعني كنجيب البخاخ ديالي اللي فيه خلتفاح. اه يعني خلتفاح يعني كينقال لهم بالريش. وكحفة الطائر من حسرة ديال الفاش. وناك ما كنت شوفوا الخوت يعني ترشو عليهم غير شوية. ماشي بزافتي. حس كين الاخوة اللي كيبقاوا ورشوف طائر. تاكي ولي الجلد دياله تبان. لا خوز. طائر ديالكم رشو عليه غير شوية. وخليوهم. انقريج دياله. هاو تاني من كاتر اه 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 اكتر ما لازم. يعني تاكت بدأت تبان الجلد ديال طائر ديالكم. اه هكذا يقدر الطائر ديالكم يمرض لحقاش. الى ما كنتوش كيش حطهم في بلسة اللي دافية. يقدر يضع الكولون دير ديال برد. ويمرض لكم طائر ديالكم. هذا هو واحد القريع. كنتمنى ان شاء الله يطلع اه دكير. انا باقي ما حمرش. وهذا يعني. وخالخوش كيبق لكم الطائر كيخافوا دكشي. انا مع المدك يقول فلا كين ايشي اخوالك يقول كلا ما حطوا الطائر دوش وخليهو يدوش. فعلا. كيني طائر اللي كيبغيو يدوشو بوحده. ممكنين طائر اللي ما كيبغيوش يدوشو. واخا تحط لهم استحمام ديالهم باش يدوشو. ما كيدوشوش الخوش. اه اه دونك انتا خصك تلي الدوش ليهم بيدك ان شاء الله. وكيف ما كتشوفوا الاخوان يعني طريقة اللي سهلة جدا يعني ما كلا اه اه انسان يكلف على راسه ويشري الدوشري اللي يكونوا بعض مراش غاليين وانسان ما عندوش اه اللي احسن العوان. يعني الطرقان اللي كنا نوريكم طرق بسيطة جدا. بحالكو تخليوا الطيور ديالكم. يعني اه دوش ليهم. تخلي شميشة رفيهم مرة مرة و حاجة اخرى الخوش يعني اه ما تبقى وشغير معتهم ديني للزوان بوحده ضروري ادوك القوتيات اللي حاتت مايا اللي كان حطل الطيور ديالي ضروري الخوش مش بدلهم الاكل كل مرة بدلهم الاكل شيا بريلا زرعة شو كماني طوبة الى اخيري ونالك نخليكم اشتركوا في القناة